المتجدد الذي يأتيكم على المباشر عبر قناتكم دائما شروق الإخبارية في هذا التوقيت الحدث اليوم صنعه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي أول رجل في الاتحادية الإفريقية لكرة القدم الكاف موتسيبي في أول زيارة له للجزائر تحدث عن كثير الأمور وتفقد الملاعب التي ستكون معنية بكاسي أمم إفريقيا للمحليين الفين وثلاثة وعشرين المقررة هنا بالجزائر بالإضافة لعديد الأمور التي تخص كرة القدم الجزائرية وحتى الإفريقية كما حظي به استقبال من طرف رئيسي الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وقام أيضا بتفقد منشآت أخرى على غرار مركز تحذير المنتخبات الوطنية التقني سيدي موسى بالعاصمة حديث عن زيارة موتسيبي للجزائر وعن كرة القدم المحلية من الجمعية العامة من ترجي مستغانم وسبب تألق هذا النادي هذا الموسم بالإضافة لعديد المواضيع الكروية وقبل الحديث عن كل هذا أسعد باستضافة ضيوف أكارم أبدأ بالمدرب مجدي الكردي الذي حقق الصعود مع ترجي مستغانم ويتجه لتجربة جديدة قد نعرف في هذا البلاطو وجهته المستقبلية مساء الخير مجدي مساء النور وتحية لك وتحية كل متفرجين إذا قناة شروق ميوز إن شاء الله أهلا بك كوتش أيضا يحضر معي الإعلامي الجزائري المقيم في قطر فؤاد سماعين قلوا فؤاد للوطفير كما تحب فؤاد سماعين مساء الخير أهلا بك مساء الخير محمد إن شاء الله تكون حصة ثرية لكل مشاهدنا وصح عيدكم أسبوع فيما بعد أننا متأخرين مزل عيد نقولوا مزل عيد عيد مبارك للجميع إذن في انتظار إذن هذا هو المباشر الإعلامي الآخر نزيم بصول الذي سيكون معنا بعد لحظات قليلة للحديث عن كل هذه المواضيع مثل ما أشرنا بداية كما قلنا كان الحدث اليوم مع استقبال رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بمقارة رئاسة الجمهورية رئيس الكونفيدرالية والاتحادية الإفريقية لكرة القدم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي من خلال زيارته للجزائر التي كما قلنا دامت يومين رئيس الجمهورية كانت له محادثات مع المسؤول الأول على كرة القدم الإفريقية هذا وحضر الاستقبال كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم إلى جانب وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق السبقاق وكذا رئيس الفاف الجديد جهيد الزفزاف هذا وقال موتسيبي بعد لقائه برئيس الجمهورية عن زيارته للجزائر في هذا التصريح رئيس على هذا اللقاء الشيء وعلى دعمه لكرة القدم في الجزائر كما أود أن أشكر أخي زفزاف الذي تم انتخابه مؤخرا على رأس الاتحادية نحن نحذر لكي نجعل من بطولة كأس إفريقيا لأقال من 23 سنة التي ستقام في جانب في الجزائر البطولة الأنجح في التاريخ الجزائر بلد دو تاريخ كبير في كرة القدم وركزنا على مدى دعم الكافة والتزاماتها في العمل على تطوير كرة القدم عند الفئات الصغرى في الجزائر وكذا عند السيدات ونؤكد أن كرة القدم الجزائرية برهنت على أنها من الأحسن في إفريقيا وأن لديها الإمكانيات لكي تصبح من الأفضل في العالم نحن نفخورون بالمنتخبات التي ستمثلنا في قطر وكنا سنكون سعداء أكثر بدواجد الجزائر ومصر ونيجيريا سنكون سعيدا لدينا نجيريا هناك ويدينا نجيريا ونيجيريا ومعاً من أجلنا نجيريا إذن هذا تصريح الأول لرئيس الكاف موتسيبي بعد لقاهي برئيس الجمهورية فؤتسمعي البداية كإعلامي أن الحدث ربما اليوم يصنع صخب إعلاميا أكثر منه رياضيا خاصة في الجزائر نتحدث عن لقاء برئيس الجمهورية برأيك بداية ما الذي يمكن أن يغيره أو تغيره هذه الزيارة لباتريس موتسيبي للجزائر بعد كل ما عشناه سواء في كاسيومة من إفريقيا أو قبلها من ظلم تحكيمي وحتى بعد مباراة الكاميرون المشؤومة سنبدأ من حيث انتهيت مباراة الكاميرون المشؤومة أعتقد أن علينا النظر إلى المستقبل أكيد أن زيارة موتسيبي لن تغير الكثير في الموضوع لكن أعتقد أنها فرصة لفتح صفحة جديدة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي حسب تصريحات رئيسه يريد أن يقول للجزائر أن علينا أن نفتح هذه الصفحة وأن نمود يدنا للاتحاد الإفريقي أكثر من أجل النظر لمستقبل أفضل أيضا على مستوى الكرة المحلية داخليا وأيضا خارجيا موتسيبي يعرف ويعلم جيدا ما حدث للجزائر كان لحديث مع موتسيبي خلال قرعة كأس العالم هناك في مدينة دوالة في العشرون من شهر جنفي من هذه السنة كان يمني النفس يقول تصريحاته يمني النفس في تواجد الجزائر بالمونديال قال ستبدعون هو ساهم في تنويمنا قال ستبدعون في كاس العالم وكان يعلم جيدا أننا وقعنا مع الكاميرون وأن ذلك التصريح كان في الكاميرون أمام وسائل الإعلام الكاميرونية كلنا قلنا أن موتسيبي هو من جانب الجزائر موتسيبي لم يقصي الجزائر لم يقصي المنتخب يرجموا أن نسمي الأشياء بمسماياتها لكن أعتقد أن الطرف كثيرة كانت لها يد في إقصاء الجزائر سواء من بعيد أو من قريب أعتقد أن علينا نسيان الماضي والتفكير فيما هو قادم إن شاء الله إن شاء الله مجلي لو نتحدث لك من الجانب الفني اليوم الأندية الجزائرية تقول أنها محقورة بين قوسين خليلي نستعمل هذه العبارة مظلومة في قارة إفريقيا بصراحة ما تشوفش بالغياب الأندية الجزائرية على التتويجات القارية الكبرى تحدث على رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف آخر نادي متوج قريا هو وفاق سطيف في 2014 وبعدها 2015 كأس السوبر الإفريقي تشوفش أنه غيابنا عن هذه التتويجات تراجع لغياب تنظيم غياب احتراف حقيقي عدم موجود رسكلة للمدربين هنا في الجزائر عدة غياب التنظيم على المستوى الفني غياب إدارات ومسؤولين حقيقيين في كرة القدم غياب المكونين أليس هذا هو السبب لغياب الكرة الجزائرية عن هذه المحافل أم أنه هناك حقا ظلم ولوبي تحكيمي يمنع الأندية الجزائرية من تألق قرية أول شي خليني نبدأ لك من زيارة موسيبي إلى الجزائر نظن أن رجا رح ترجع علاقات جيدة دبلوماسية مع الاتحاد الأفريقي اللي هي جد ضرورية صرت قطيعة كبيرة منذ مدة لأثرت على الفرق الجزائرية المحلية وضعوا على المنتخبات الجزائرية ما نحكوش غير المنتخب الأول حتى المنتخبات منتخبات شبهن أما فيما يخص تألق الفرق الجزائرية هي عندها شقين شق عنده علاقة بالتحكيم شق عنده علاقة بالعلاقات مع الاتحاد الأفريقي وشق عنده علاقة بالجانب التقني نظر انه تحذير بشتدي كوس افريقية وتدخل ضمن الفرق الكبيرة الموجودة على المستوى الافريقي لغرار فرق شمال افريقيا كالاهلي والترجي الى غيرهم من الفرق الكبيرة يجب التحذير لها عندها مدة نظر على مستوى الجزائر غياب التكوين الاحترافي ديما نتكلم عليه تكوين احترافي اللي بش يوصل بالفريق للمستوى الاحتراف ومستوى كبير نظن هذا غياب صوف يعني نقوله فريق واحد ولا اثنين رامل الآن بده في التكوين ونظن حتى البرودوية يعني حتى المنتوج تلك التكوين ما هوش موجود في الجزائر قاعدين يسوقوا فيه نظن حتى عندها علاقة بالقوانين ولكن لما تكلمت انت على المدربين والمؤثرين في الجزائر فيه عدة مدربين جيدين كفؤين لهو اللغز تعالى حلقة التكوين وحلقة النتائج هو المدرب انه المدرب هو كل شيء في المنظومة هذه لكن في المنظومة تعنا الكواروية نظن انه المدرب هو ما ينفى اللي هو الحلقة الاضعف رديناها الحلقة الاضعف هذه واحدة تشوف عدة فرق الآن أنا رأينا في مرحلة الانتدابات تشوف عدة فرق رأي قاعدة تنتدب والمدرب مش موجود هنا تفهم قيمة المدرب هذا الأول ثانيا نحن نلوم على المدرب الجزائري نطرح السؤال هل اختيار الفرق للمدرب الجزائري هل هذاك هو الأكفة اللي لازم يكون بش يمثلنا على القارية هل هو هذاك هو المدرب الأكفة تعرف في قسم يوجد الأول ويوجد الأخير ويوجد لي في الوسط نحن يبقى السؤال بطروح هل المدربين الجزائريين قاعدة تعطي لهم الفرصة هل عنا مدة نحن يعني بالنسبة في الجيراننا توانسة والمصارى هل يوجد مدربين شبان عطت لهم فرصة في قسم واطنين الأول تقصد أنه ما فيش تقدير للمدرب الجزائري هو ربما الضحية الأولى في هذه المنظومة الكوروية سنعود لهذا الموضوع بالتفصيل عند الحديث عن تجربتك الأخيرة في ترجي مستغنم وحتى المستقبلية بحول الله ننتقل إلى التصريح الثاني لرئيسي الاتحادية الافريقية لكورتي القدم باتريس موتسيبي بعد لقائه برئيسي الجمهورية وما قاله عن ما سيقوم به مستقبلا مع مسؤولي الكورة الجزائرية لتطوير الكورة الافريقية رسالتي إلى الجزائريين هي وجوب العمل سويا من أجل تطوير بعض المجالات المتعلقة بكورة القدم كما تحدثت مع سيد زفزاف أنا منتن للأمين العام الذي عمل على تطوير هذه العلاقة لأنه هناك مجالات تحتاج إلى تحسين وطغير وقد بدأت العملية مباشرة ذلك أن واجبي كرئيسي كاف يفرض ذلك إذن كان هذا التصريح الثاني لباتريس موتسيبي رئيس الاتحادية الافريقية لكورتي القدم ومنه أرحب بضيفية الثالثة الإعلامي نزيم بسول مساء الخير نزيم مساء الخير محمد مساء الخيركم متفرجين وشكرا على الدعوة سمحونا على التأخذ عادي عادي يا دول مباشرين ندخلوا مباشرة في الموضوع ندخل معك باش تدخل معنا أيضا في سلموضوع زيارة موتسيبي للجزائر ما ضيعت معنا كتير شاهدنا فقط لقاء برئيس الجمهورية تصريحين لكان قالهم مباشرة بعد لقاء برئيس الجمهورية هناك تصريحات أخرى سنستمع إليها تباعا خاصة بعد ما قاله عن ملعب الراقي وملعب الدويرة وعن الشان التي ستحتضنها الجزائر بحكم جولاتك في إفريقيا نزيم كيف ترى وما الذي يمكن أن تستفيد منه الكرة الجزائرية من هذه الزيارة؟ أولا نظن أن أول نقطة والأهم هي أن الرئيس الاتحاد الإفريقي يجي للجزائر هذا الشيء ما صراش منذ 2014 واليوم كنشوفه الدور تعد دول ولا حتى الحكومات في هذه الهيئات كان شيء غير طبيعي أن الممثل الأول الاتحاد الإفريقي ما يزورش الجزائر لمدة عهده كاملة 2017-2011 يعني كان حياته لما خرج حياته الرئيس الجديد اللي كان أحمد أحمد كان المفروض يجي للجزائر ويعني كانت زيارة تاعه لا يتعانونسي بلوزير فوا لكن ما جاش لما ما يجيش ما تقدرش اليوم أن تتحدث مع الرئيس موتسيبي وحتى مع الأمين العام تاعه قبل ما يغادروا تحس بللي كانوا يعني متفاجئين من اللاكوي من المستوات على الملاعب اللي شافوهم يعني كل حتى الطرق المنشآت اللي عندها الجزائر وهذا الشيء يلزم كم يقول لك الإنسان يجي يشوف بعينه قبل موتسيبي سيتي أمبوسيبل لأنه أحمد أحمد كان قرر أنه إحنا منا اليوم أول لقطة قول لك بللي هي كرئيس الاتحادي جي يشوف ويسمع لديسكور أوفيسيال تعليز وطوريتي تعالي البلاد اللي يطمنؤه على كل الأشياء والدعم الدائم للكورة والرياضة هذه نقطة مهمة جدا خاصة أنه هما تحسب هما على علم أنه الجزائر يلزم ترجع بدون جزائر يعني في المنظومة أو في الصند ديسيزيونيال يكون فيه فقدان توازن يلزم يكون فيه توازن وهذا يعني يخدم الكورة الإفريقية عامة لأنه لما يكون فيه أم بول ديسيزيون ولا يعني أن ديسيكيليب الناس اليوم نعلم باللي فيه اتحاديات كبيرة ربما تحس روحة أنه كما الجزائر محقورة رجوع الجزائر يعني رجوع اتحاديات أخرى تكتل وتوازن وفي الأخير يعني كل يعمل ربما باش الكورة الإفريقية تتطور فيما يخصت حديثك ربما عن أحمد أحمد هل هو قلت أنه أراد أن الجزائر ربما لم يريد لها أن تتواجد في المحافي الدولية وحتى في دوليبي الكاف هل نحن غيبنا أنفسنا من خلال صراعات الداخلية أنه حقا أحمد أحمد جاء بنية الكل يعلم أنه ميولاته كانت واضحة تجاه الأندية المغربية وحتى الاتحادية المغربية هذا أمر كان واضح لجميع لأنه حتى هو شخصيا كان يملك منزلا هناك يقطن طيلة السنة أبنائه يدرسون هناك هل غيبنا أم نتحمل نحن أيضا المسؤولية يعني يرسل اتنين لأنه الغياب بتاعنا ما كانش يعني شي طحمس ما لو نرجع لألفين وسبعتاش قبل يعني الانتخابات تا أحمد أحمد يفعل فيران شواء ربما احنا درنا لموفي شواء سيبا ربما سيسير كدرنا لموفي شواء فكن نشوفوا النتيجة لأنه في الفين وسبعتاش كان فيه خيار بين تقعد مع حياته بين قوسين ولا تتلالله في داليتي ولا تشوف المرشح اللي عنده يعني الحدود الكبيرة ودعمه المسؤولين اللي كانوا في المكتب تا أحمد أحمد يقول لك أن الجزائر رفضت أنها دعم أحمد أحمد ذلك الوقت وابقات في الموقف تحامع عيسى حياته وفي الآخر شفنا النتيجة عيسى حياته خرج بربما أقل من ثلاثين صوت والجزائر خرجت بسبعة يعني ما كانش فيه انترانسفير تعليفات حياته على الجزائر وفي الآخر خسرنا كل شيء بعدين كتحاول أنت باش ترجع وتعلم أنه يعني كما يقول لك خلاص كوي بارتي تتقعد تجري تجري باش تتحاول أنك تراطر به شيء اللي ما تخدش تراطر به خاصة أنه كانت كبيرة كان يعني من الغير المحتمل أنه يكون فيه جزائري في المكتب التنفيذي تاع أحمد أحمد لأنه كان فيه مشاريع ويعني أمور كانت يعني محضرة من قبل كما حتى نرجع على سبيل المثال كأس إفريقيا للفوتصال هذي اللعبوها في العيون لو يكون جزائري في المكتب التنفيذي تاع الكاف مستحيل مستحيل أنه هذا الأمر يمر وحتى ولو هذا الفترة كان فيه يعني الجنوب الإفريقي اللي كان داني جوردان هو قال ويعني عمل تكديب قال أنا في حياتي ما صوتش بأنه الفوتصال تتلعب في العيون صوت باش الفوتصال تتلعب في المغرب يعني باش شوف التلعبات كيفاش تكون فلذلك كي تجمع يعني كل هذي الأمور تلقى باللي كما يقول لك عدنا المسؤولية تعنا وانا اتي اوسي كالك بار فيكتيم اعود الى فؤاد اسماعيل تزامن زيارة موتيبي للجزائر مع انتخاب رئيس جديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم هل تعتقد انه هذا سيكون في صالح جاهد زفيزف حتى اسم يكون النطق الاصح لرئيس الجديد للاتحادية هل هذا الأمر سيخدمه ربما أكثر مما سيشكل ضغطا عليه لا اعتقد ان يكون ذلك ضغط على رئيس الجديد سفيزف واعتقد ان الزيارة اتت في وقتها المناسب تزامنا مع انتخاب هذا الرجل على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم مثلا لو جاء موتيبي وكان عمارة اليوم دائما على رأس الاتحاد الجزائري والانتخابات بعد فترة قصيرة اعتقد ان هذا كان سيخلط الحسابات مجيء موتيبي وانتخاب سفيزف اعتقد ان الامران التقيا في الوقت والمكان المناسب اتمنى كما قال زميلي نزيم ان تعود العلاقات مع الاتحاد الافريقي كما كانت عليه او افضل خلال الفترة المقبلة ولو ان الامر من الصعب جدا لان هناك كما قال عديد من التكتلات وليس من الصعب تغيير الامور في ضرف قصير اعتقد ان علينا انتظار المزيد من الوقت من اجل العودة تدريجيا على مستوى الساحة الكروية او خلينا نقول للمنظومة الكروية الافريقية التي فيها الكثير والكثير من الكواليس وقد تكون القارة الاكثر كواليس من بين كل قارات العالم على مستوى الجلد المنفوخ لانه في امور تخدم الفيفا لكن فؤاد خلينا نقولها بصراحة هل يمكن للجزائر اليوم ان تتمركز او تتموقع ان صح التعبير في دوليبيا الاتحادية الافريقية لكورة القدم الكل يعلم كيف تسير الامور هناك الاعب كثيرة مثل ما قال نازيم قلت انت ايضا تكتلات كثيرة الكل يعلم ان الجزائر تريد ان تتموقع من جديد لكن وكأنه نبحث عن امور ديمقراطية وكأننا نبحث عن امور شفافة نبحث عن تموقع شفاف وتموقع بدون امور ومعاملات خبيثة ان صح التعبير حتى موتسيبي ركز على هذه الكلمة قال الجزائر الديمقراطية الجزائر الحرة الجزائر التي تساند الشعوب والمضطهدات حدث كثيرا عن هذا الجانب هل اليوم افريقيا هذه القرى المتوحشة في دوليبها هل يمكن ان نتموقع بشكل ديمقراطي الديمقراطية نحن لسنا مخيرون نفسي استسمحك سنعود مباشرة من هذا السؤال المباشر انت تعلم اذا سيرفع على ما سمعنا صوت الحق اذان صلاة العشاء حسب توقيت الجزائر العاصمة وضواحيها امين يا رب العالمين تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من العجر والمغفرة والثواب اعود اليك فهد اسماعيل هل يمكن للجزائر ان تتموقع في افريقيا من جديد صح التعبير بطريقة شفافة ديمقراطية بدون الاعب الكواليس تكلمت عن الديمقراطية عن الابارتيد اعتقد ان هذه الامور اكلت دهر عليها وشرب هي مجرد تصريحات فقط للفت الانتباه ان الجزائر كانت دائما مع الشعوب المضطهدة نعود للحديث كرويا اعتقد ان كلمة ديمقراطية هو التعبير الاصح لاننا الان لسنا في موضع قوة علينا ان نعود تدريجيا بهدوء بعيدا عن اضواء على المستوى او خلينا نقول لحظن الكرة الافريقية انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بقيت لها سنة واحدة واعتقد ان علينا من الان التفكير والتحضير والتجهيز للتموقع للتموقع عفوا في المكتب التنفيذي لان ادارة او مواجهة مخاطر الكرة الافريقية من الجزائر او خلينا نقول عن بعد لا يمكن ان يجدي نفعا انما يجب علينا التواجد دائما في هذه المنظومة لمعرفة كل كبيرة وصغيرة والتأثير مثلما تؤثر دول اخرى على هذه المنظومة سواء من الجانب التحكيمي او التنظيمي او كل ما يمكن له ان يؤثر على الكرة الجزائرية سواء المنتخب وايضا الاندية مستقبلا سمعنا الى تصريحات موتسيبي وسنعود الى تصريحات اخرى مجد الكردي كمدرب موتسيبي تحدث عن جانب تقني مهم قال ان الجزائر تزخر بمواهب رهيبة قال ان الجزائر من هذه النحية مكانتها كبيرة في افريقيا تاريخها كبير في كورة القدم يجب ان تعود الى المستوى الاول على المستوى القرية هل تعتقد انه نحن اليوم في الجزائر الكل يعلم انه ما فيش تكوين بصراحة هذا ليس انتقادا لكم كمدربين ولكن حتى التكوين ما راهوش عمل المدربين باش نتفقوا لانه اليوم كين مكون انفورماتور وكين مدرب انا في الجزائر تقريبا نراهي ما كاش في الاندية هذه التقسيم المدرب هو المكون والمكون هو المدرب مع غياب تكوين بشكل حقيقي مع دنموذج بارادو انصح التعبير هذا النادي الذي في كل موسم لديه لاعبين يتوجهون الى بطولات كبرى انصح التعبير في اوروبا رغم غياب التكوين الكل يعترف بوجود المادة الخام لكن هل حقا الكورة الجزائرية اليوم تحظى بمكانتها الطبيعية قاريا لانه تصريح مثل هذا لما يأتي من رئيس الاتحادية الافريقية لكورة القدم ليس بتقنيه ليس مدرب ليس لاعب سابق ولكن تحدث عن هذا الامر شوف النجاح الرياضي اخويا محمد يسبقه الارادة السياسية اول شي يجب تكون هناك ارادة سياسية كما رأنا شفنا استقبال سيد الرئيس الكاف هذا شيء يعني ايجابي للكورة عامة فيما يخص الجانب التكوين انا شخصيا في 2001 قمت ببحث علمي على استراتيجية التكوين اللاعبين المحترفين باش نلقو طريقة وشي هوما هل هالتكوين يكونوا انديا تبع التكوين الهولندي وتبع التكوين البرازيلي قمنا ببحث كامل على المراكس التكوين يعني المدرسة اللي تناسبنا يعني المدرسة ونخرجوا حتى الكاركتيرستيك يعني من الخصائص اللي لازم تتكون يعني في مثلا نعطيك مثال في اجاكس يعتمدوا على التكنيك السرعة والانتليجونس يعني الذكاء والشخصية هذه العناصر اللي بنوى عليها تكوين تاهم نحن وش من اللاعب اللاعب الكبير الطويل اللخشين السريع القصير يعني قمنا ببحث هذا قمنا حتى في يعني قمت بدراسة مقارنة ما بين تكوين في فرنسا اللي هو تكوين في مراكس التكوين مهيكلة إلى التكوين في ايطاليا اللي ينقينو التكوين في ايطاليا يكون في ما هوش في مراكس التكوين ولكن في فيلا يعني مراعاة الجانب العائلي الأبناء وثانا التكوين في البرتغال وخرجنا بطريقة معينة لهنا لكن المشكلة اللي هنا يكمن ما هوش غير في البرودوية يعني في الطريق في اللاكاليتي يعني في اللاكاليتي تا التكوين ولكن لكن هناك فوليوم هناك حجم للتكوين هناك برنامج للتكوين هناك المكون هناك الانفراستركتور والأماكن اللي رح يتكون فيها هذو مجد مهمين لكن نظن انه التكوين لازم ليه هو اكثر من التدريب المكون في فرنسا مثلا عندهم مكون ومدرب المدرب خاص بالأكابر والمكون خاص والمكون لازم تكون عنده صفات ويكون مهيئة للتكوين نظن ان احنا في الجزيرة السياسة مش موجودة حتى اللاعب انا نقول لك حاجة حتى اللاعب لما يتكون في فريق يتكون في فريق وينجح مش رح يروح الان المستوى كبير اذي اكيد اكيد علاش لانه حاجة فيه حجم للتدريب الحجم التكتيكي الحجم البدني الحجم هو الحجم هو عدد الحصص اللي ابليكيه لمدة السنة كاملة لهذا لما انت تمشي الفريق احنا نحاولوا في الجزيرة لما ننشدوا اكابر نحاولوا نخدموا لبوست فرماسيان يعني اللاعبين اللاسا حاولوا نعودوا نطلعوهم معنا في الاكابر كاش ما يتحسنوا شوي لين والسياسة المنتهجة عنده رؤساء الفرق معظمهم يحاوسوا على معظمهم يحاوسوا النتائج الانية النتائج تالاكابر انت لما المدرب في معظم الفرق نجمعش لكن المدربين حتى تعالى الشبان كامل يهربون الفرق الاكابر لاخرى على جل مشكلة الاموال لكن اليوم الاموال في الاحتراف راي موجودة في الفئات الشبانية لما تشوف وفاق الصيف واشتفاد من تحويل بوصوف وعمورة وتشوف نادي بارادو وشي يجني اليوم من هذه التحويلات الاوروبا يعني الفايدة كما نقول تعالى الاندية راي في التكوين نحنا شو راح نقول لك بالحمية رصدق سين شوية هم المثال موجود ويعني البردويت باع يعني البردويت يشوفوا هم الناس كلها تتكلم على التحويلات على فريق بارادو والتحويلات على فرق الصيف هم يشوفوا بعينهم لكن في الارض الحقيقة بيش جيب انت مدرب انت بيش تبدأ تخدم التكوين يلقلك ان ريكريت مونلان ترينير يعني الفرماتير خلينا نقوله الفرماتير هذا مش اي واحد ولازم يخلص كل الشهر ولازم مكانة اجتماعية فسط المجتمع ولازم كل الظروف بيش يخدم لك هالبردويت تاعك هي كترج على الحقيقة غير موجودة ولكن بعد يحبوا ليجون يحبوا يجنوا كيما فريق بارادو ما جاش اليوم حول اللاعبين تاعو بارادو عنده سنوات هو يشتغل وليشتغل لنا انا نقول لك سيلو فوليوم تاع الخدمة حجم الساعي الخدمة الحجم الساعي هو اللي وصل اليوم ما نقدر الشاب يتدرب ساعة انا نعطيك الدراسة مقارنة بار اكزامل يواحد مثلا في الجانب التاكتيكي يتدرب في اوروبا في 15 سنة يتدرب في 220 ساعة 220 ساعة الا تاكتيك بدون ما نحكو على التقني والبدني والنفسي والنظري اليوم بيش توصلوا انت هذاك لازم على الأقل الحجم يكون في نفسه باش من بعد نتكلموا على النوعية على الوكاليتي اليوم 220 ساعة احنا في رقف في القسم وطلي الاول ما تتدربهاش في عام يعني هي شفت الحجم هو لانه الحجم الساعة يأثر على الجانب الفيزيولوجي للجسم تعالى الطفل يعني نتكلموا خاصة الكارديوفسكولار ورسبيراتوار يعني تعرف بالليلقلب يكبر وهو الميضخة والميضخة ذيك هتعود يتحمل عدة ليشارج يعوده كبار وكيف كيف بالنسبة ليبومون الى غيره يعني هذا هو تأثير تعالى الحجم تعالى التدريب نظن لو فيه كل رئيس يكون صابور ويكون عنده هو أهدافه وهو اللي هو للرئيس يكون عنده أهدافه كراوية لهو اللي بش يصبر لانه لما تكون أهدافه مش كراوية تكون عنده أهداف أخرى وهي من حقه سياسية واقتصادية أو شيء آخر رح تتغير كل المفاهيم يجب عنه يكون رئيس عنده أهداف كراوية بعيدة المدى اللي بش يصبر اللي بش يعطيك مبع 3-4-5 سنوات لكن نهاية الموسم احنا نشوفه دائما بين ضفرين الأنديا التي في بداية الموسم تلعبوا على اللقب الجولات الأخيرة لما تخسر الرهان تلعب بالعبين الفئات السنية معناها نرجح للأصل بالرديف للأسف أنا نعطيه مثلا وفاق سطيف السنة اللي فاتت جابه 13 ولا 14 اللاعب هذا نهاية الموسم يسرح 13 ولا 14 اللاعب السؤال مطروح لا وفاق سطيف مدرسة كراوية يعني تشوف الفئات السنية أنا أعتقد أن من أكبر المدارس على المستوى الوطني حتى على المستوى الإفريقي صحيح لكن أين وفاق سطيف وأين إدارة وفاق سطيف من هذه الاستراتيجية للأسف شديد أعتقد أننا بعيدون كل البعد أو بعيدين كل البعد عن هذا الموضوع والله أنا نقول لك هي سهلة جدا لو يتم الاستعانة بالناس اللي لازم تكون لبالك الجزيرة على مستوى التكوين المدربين أنا نقول لك الـ STS هذي اللي خرجت مستشارين في كورة الخدم خمس سنوات وأنت تدرس من 8 حتى الخمسة العشقية أنا واحد من الناس بالدراسة هذه روحت حتى الفرنسا عاويت قريت عاويت وين مشيت لقيت التكوين ممتاز هل هما ذوما اللي يخدموا على بالك هجرة كبيرة للإطارات لأنه ملقاش مقدرش يتموقع في الأجواء اللي موجودة أنت تعرف بيش تمسك فريق الآن في الجزائر حتى في الدرجة الثانية حتى وتكون ناجح يحب لك عدة أشياء بيش تتموقع مشكلة في البطولة في هزوج بك مخارجين من الـ STS نظن مستشارين مستشارين عجز عباس و الأخرى شو تكون هو نسي يعني يعني معنا لا لحظ هذا الشيء مهم لأنه اليوم كتشوف باللي واحد قرأ في الـ STS خمس سنوات يعني في التعليم العالي معهد وطني العلوم تكنولوجيا سمدرك سيكال كيمتريز لابيوميكاني كيمتريز لاميتسين عندك خرجت معنا بليش على لنا بلك يا رب نقوله خمسين سنويا ورهام هذا بقي واحد في الدور المحترف الأول أنا أقول لك ورهام أنا أقول لك ورهام الرهام خارج البلاد خرجوا كلها خارج البلاد اللي كنا حتى هنا أنا خارج البلاد عاودنا عاودنا ندخلنا لازمنا ندخلوا في المعركة هذه وما نخلوه أنا أكد لك أنه كمدرب أو لك نازيم كصحوفي أنا مقيم في قطر المدربين الجزائريين يصنعون أفرح الأندية والمنتخبات القطرية والخالجية في كل الاختصاص في الاختصاص على طب الرياضي هجرة الأدمير أنا أحب أن أقول لك في كرة القدم إن بعد يجيب لك اسمح لي يعني أنا أعطيك مثال ما يتشباش يجي يقول علش معه لش المريض هذا أنت المريض هذا لازم تجيب له مختص لا تجيب له ممرض حب تداويه ولا تجيب له حارس تاع المستشفى حب يداويه لازم تجيبه ومبعد يقول لك احنا يجيبونا لدرنيد لكلاس ومبعد يقول لك ما فيش مدربين جزائريين أنا مفروض ما نشكر روحي أنا مفروض ما نشكر خوية العزيز بالتكوين تالي يستييس فريق للممتاز في سن 29 سنة راني في البطولة التونسية في سن 30 سنة 35 سنة مدير فني في الملعب التونسي أما الآن لما ندخلوا للجزائر كانت عندك قبلها تجربة في موليدين موليدين الجزائر أنا كنت مساعد ودرب 28 سنة في نرصر حسين داي 30 سنة لكن أين أين خريجوا اللي يستي يسمع المطني العلومة تكنولوجيا أعني أقول لك حاجة أخويا شفت كل ما ننجحه إحنا اليوم الموسم نفات سعط التعرجي مستغن كان لازم نخدم أنا لداخل داخل اقتعاعاتي امكانياتي تفوت تصل المفروض راني ما فوتش وقت راني الآن نلعب على كأس فريقيا نلعب على حاجة نقدر نظيف موجود الآن نحنا في الجزيرة كل ما تنجح ترسم كل ما تنجح ترسم بصراحة أنا كنت سعطنا الموسم ماذا مع التعرجي مستغن وصحيح فرحت أنا قعدت مش نفرح سألني واحد سؤال كليش مش كفارح يعني قلت لها مرة السنة السادسة عودتها عشرة مرات كاش وإحد يفرح ينجح السزيان بعد عشرة عشرة مرات مستحيل تنجح أنت كل ما تنجح هتعود تهبط تشوف البطولة الجزائرية المدربين اللي منازلين فرق وليهم هما مكنوش يخدموا الموسم للفات هما من ناجحين هما أول للاستقداماتي أنا عمري ما شفتها في بلاد ولكن لازم نصبر ونتماشوا مع الشيء ومبعد كي تبقى فريق ميت قد أعطي لبيثال أنا كثيرا بوفاق سطيف لأنه نقطة استثهام أنت تشوف إحنا رحنا لعبنا وفاق سطيف والأهل المصري كان زملاء إعلاميين جاء وتفاجئوا يعني وجورهم لعدة شهور لم يصدقوا قالوا كيفاش يعني هذي اللاعبين هذو ما كيفاش رم صابرين في فريقهم وفاق سطيف يعاني وفاق سطيف يعاني من ذائق مالية ويتم يقوم بانتداب مدرب جديد لهو عين أحسين يعني كيف سيتم دفع مستحقات هذا المدرب وكيف وفاق سطيف لن يلعب دوري أبطال إفريقية موصل مقبل أعتقد أن موجهة ناظري كان على إدارة وفاق سطيف مثلا أخذنا فقط وفاق سطيف كمثال كان على وفاق سطيف أن يعتمد على لعبه من الفئات السنية مع بعض الركائز من أجل خلق ذلك الانتقال ل المسار جديد لهذا النادي معنا وفاق سطيف اليوم أنا تشوف يتم استقدام المدرب البدري صراحة لا هذا ربما موضوع أيضا يستحق نقاش آخر يستحق بلاتو آخر لأنه تقريبا اليوم أكبر الأندية الجزائرية نزيم وفؤاد ومجدي تستنجد بمدربين أجانب هنا سؤال يبقى مطروح وأي مدرب أجنبي لأنه لما تشوف يفاق سطيف حسن بدري حسن بدري كائن سيرة داتية شباب الوزداد التونسي الكوكي مولودية الجزائر مدرب من أوروبا الشرقية اتحاد العاصمة مدرب مغربي شابيبة مدرب تونسي يعني كل هذه الأندية تستنجد بمدربين أجانب ولا كي نادي كبير جزائري كبير بين قوسين لأنه اليوم تقريبا أصبحت كبيرة بتاريخها فقط ما فيش ألقاب قارية ما فيش ولا نادي كبير جزائري عنده تقة في مدرب جزائري هنا سؤال يبقى حتى ولو الفريق الوطني فيه مدرب جزائري يعني المثال الفوقاني ما يخزرش فيه أكيد المدرب ومدرب 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 حتى آخر لقب قاري في الجزائر حققه خيردين مادوي على مستوى المدرب جزائري المدرب جزائري المشكلة هو اسمح لي هذا السؤال هذا أنا يعني في رأيي يرجوان وتشوز الفيرق والأندي يقع مفليسين تلحق هات الفترة هاتي وش هو أول يعني قارار روحوا نديروا تربص في الخارج كيفاش دير تربص في الخارج يعني يجب لك عملة صعبة يجب لك تتحول خمسين عبد تديهم توكلهم تشربهم ومقدر كيفاش انت طوال سنة قع ما عندكش أموال يلحق صيف تولي تبدل في العملة الصعبة وتروح يعني تعمل تربوسات وتجيب مدرب أجنبي يخلص بالعملة الصعبة هذا كلها انتقادات ويعني الميراكل تاعة الكورة الجزائرية الكل يقولها وفاق سطيف نزيم نزيم وفاق سطيف وفاق سطيف بعد ذهاب الكوكي هناك مدرب شاب من سطيف تكلم على خيردين مضوي ريضا بندريس أخذ زمام الأمور وفاق سطيف كان باقي خمس أو ست مباريات في الدوري ومتأهل إلى نصف نهائي أو يلعب مباراة العودة من ترجي ينحو ريضا بندريس يقعد في المدرجات ويجيبوا مدرب سربي لقيدة الفريق عشية مباراة فاصلة في نصف نهاية دوري أبطال إفريقيا في مصر وهذا المدرب أعطاوله الشرف أنه أهل الفريق إلى نصف النهائي لأنه لعب مباراة فقط واحدة واليوم تعاقد مع في تولس المونستير هذا هو الشيف والعب 90 دقيقات على الوفاق في إرنس ما لعبش 90 دقيقة ريضا بندريس هو اللي كان هو جاء لفاية تعلماتش ويتكلمش حتى اللغة الفرنسية ويتكلمش حتى اللغة الإنجليزية قال مثلا جاء دار ديكليك بسيكولوجيك وحمسهم ومباش راح يحمس محمس بوالو جاء خلاو دريس كون بندريس اليوم خلوه فاز خلوه فاز ما لك شو يكون في المونستير نفرحوا بيه وزيدوا جوب وشاب واحدة وغير نعطيك مثال طرفة طرفة في الجزائر 2015 أنا مدير رياضي وفني في الملعب التونسي في عملي 35 سنة كان عندي مدرب في الكاديبي يعني في الأشبال با وتم ترضه من الأشبال ما نذكرش الأسم تم ترضه من الأشبال با اللي كنقول لحنا الجانب تقني 2015 16 17 18 19 في ظرف 4 سنوات نجي نشوفه على مدرب تاع الشبيب تلقبائل اليوم بتصور موجود الدنيا كل اليوم دختنا قلتوا نحنا ندبلو اليوم في بعض ربع سنوات يعني وشي الخبرة نزل للوحي تاع كورة القدم ما كاش اليوم نشوفه باش نعطوا الفرص المدربين احنا تعنا الشباب باش يروحوا البعيد خطر اليوم لكن انت حب تنجح ويفا قسطيب وشبيب تلقبائل مدودة الجزائر هذه هي اللي تسوق المدربين اليوم تخدم تخدم تدي فارقين تحت شد فارقين ماذا توصل معه النسف نهائي نهائي كأس كذا باش تروح الفرق كبيرة باش نعاون البطولات الجزائرية اليوم ما فيش حتى الركراكي في الويداد البيضاوي يعني ليس بالمدرب الذي لديه خبرة كبيرة على مستوى الكرة الافريقية الركراكي اليوم هو حتى للمنتخب المغربي منتخب الأول منتخب الأول للمنتخب لا حتى حتى لما قلنا على مستوى الأندية نتذكر أنه خير الدين واضي هو الذي توج بشامبيونز ليغ رابطة تبطال افريقيا ثم سوبر كوب كأس افريقيا الممتازة حمدي بعدها مدرب جزائري مغترب وصل مع تحضر عاصمة نهائي لشامبيونز ليغ بعدها 2016 عندما تكلم مهندية بجاية كان وصل نهائي نهائي كأس كاف سنجاق كان سنجاق مع سنجاق مع اسمه الله صح لي رجوان تاعو أو كان يعني محمل كان تنائي نعم كان تنائي جزائري ونفس المثال محمد ينطبق على اللاعبين احنا مكاشي استمرارية للأسف شديد تكلمت على وفاق سطيف سأبقى في الوفاق مدامنا تكلمنا على الوفاق سطيف وفاق سطيف يتوج بدور أبطال إفريقيا سنة 2014 في الفاتح من شهر نوفمبر بملعب شاكر بعدها بثلاث أشهر مع الجالي على ما أعتقد مع الجالي بالضبط أنا حوث على أسماء يلعب الوفاق بعدها بثلاث أشهر يلعب المنتخب الجزائري كأس إفريقيا سنة 2015 ولا لاعب من وفاق سطيف كيف لللاعب أن يتوج بدور أبطال إفريقيا وفريق يتوج بدور أبطال إفريقيا لا وجود لأي لاعب في كأس إفريقيا للأمم أنا تكلمت مع بعض اللاعبين أنا تكلمت وفاق سطيف لديهم هدف دور أبطال إفريقيا الهادي باللعميري أنا بصريح العبارة تكلمت مع الهادي باللعميري قال لي ماذا يريدون مني أن أفعل أنا هدف دور أبطال إفريقيا وإذا بي لا أتواجد في قائمة المنتخب الجزائري أكرم جحنيت وخضايرية والعديد من الأسماء أعتقد أننا أعطينا نصيب كبير لوفاق سطيف فيما يخص هذا الموضوع لا عادي لأنه كان آخر نادي متوج على مستوى القرية في الجزائر تصريح آخر لموتسيبي أو بعد الزيارة خلال الزيارة التي قادته إلى الجزائر تفقد اليوم أو قام بزيارة ملعبية دويرة وبالراقي هذين الملعبين الجديدين في العاصمة للإطلاع عن قرب على الأشغال الجارية هناك خاصة أن ملعب الراقي سيكون معنيا باحتضان كأس أمم إفريقيا للمحليين الشان التي ستحتضنها الجزائر خلال شهر جنفيا المقبل بحولي الله موتسيبي عبر عن رضاه عن المشروع وأكد أن الجزائر قدمت جميع الإمكانيات لخدمة كرة القدم في إفريقيا مؤكدا في نفس السياق على ضرورة أن تحتضن الجزائر المزيد والمزيد من هكذا أو من مثل هذه التظاهرات في مختلف الفئات السنية ولم لا نهائيات مسابقات الأندية نستمع إلى هذا التصريح الذي كان لي زميل عزدين بوهر الجزائر ستستضف واحدة من أنجح البطولات الخاصة بكأس أمم إفريقيا للمحليين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد لي وجود مساندة قوية لهذه الدورة ولكرة القدم الإفريقية بشكل عام أود أن أشكره وأشكر الشعب الجزائري بخصوص ذلك إذن موتسيبي معجب بما وفرته الجزائر من ملاعب ومنشآت قاعدية وتفقد مثل ما شاهدنا عن قرب ملعبي أدويرا وبرقي وأعجب كثيرا بملعب برقي الذي وصفه بي التحفى وقال أنه يتمنى أن يشهد أكبر عدد من مباريات الشان في هذا الملعب نزيم بسول أهلا بكم جديد مشاهدنا الحديث متواصل عن زيارة موتسيبي باتريس رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للجزائر وإنبهاره بملعبي بالراقي وإشادته بمستوى أو بتقدم الأشغال هل حقا نحن جاهزون نزيم بسول للشان من خلال تفقده لملعبين فقط صح التعبير نظن باللي صح لما تفقد الملعب تعالى العاصمة حتى دويره ما وش معنى بالشان لا مش معنى لكن فيه الملعب فيه خمسة جوليا بليدا قسنطينا عنابة عنابة هل حقا تم لا نقول لك الملعب لقدمتها الاتحادية في الملف انتاحها لكن نظن أنه يعني موتسيبي ما جاش وحده الكامروني واسمه جويا بومبو اللي هو يعني نائب رئيس هو اللي كان يترأس يعني للجنة تشان اللي كان جيت شوف الملعب وكل الأمور هدية وجوا مرتين وعملوا زوج تقارير يعني نظن أنه التقارير كانت إيجابية ما فيها يعني الكثير من النقائس وهو بعدين وشاف هنا في العاصمة ملعب بالراقي ودويرة حتى ولو ما وش يعني معني بالأمر يعلم أنه فيه ملعب خمسة جوليا يعلم أنه فيه ملعب وهران اللي احتضن ألعب البحر المتوسط يعني تقارير للحقاته نظن أنها إيجابية هاي اللي خلته يقول بالجزائر تكون حاضرة إن شاء الله فؤاد شان ليست كأس أمم إفريقيا ليست تلكان لكن مثل ما قال موتسيبي فيها العديد من اللاعبين الذين يرغبون فيها البروز للعب مستقبلا فيها الفريق الأول للتوجه نحو القرى الأوروبية ربما الكثير سينتظر كيف ستحتضن الجزائر منافسة من هذا الحجم شاهدنا الدورة السابقة كانت ناجحة في الكاميرون من حيث الملاعب من حيث الحضور الجماهيري أعتقد أن الأمور ستكون في صالحين شغل في الجزائرين بكرة القدم ربما سيعطي بعدا آخر لهذه الدورة وحتى موتسيبي قال أنه متأكد أن كأس إفريقيا للمحليين الشان في الجزائر ستكون أفضل دورة على الإطلاق أعتقد أن قولك نجاح دورة الكاميرون تمام النجاح مبدئيا لم تكن نجحة تمام النجاح وإحنا كنا موجودين هناك كانت هناك العديد والعديد من النقائص أعتقد أن لما تشاهد اليوم ملعب الدوير أو ملعب الراقي مقارنة بملاعب وقيمة عليها في الكاميرون ملاعب في الشان كانت أفضل من الكان أنا نحكي على الكان أنا نحكي على الكان لا لما تشاهد الشان اللي كانت ناجحة وليس الكان يعني ديجا الشان اسمح لي ما فيش نفس الفرق أكيد كيف الكان كان يدرب 24 لشان 16 4 مجموعات 16 فريق يعني ديجا الملاعب وكل يعني الفنادق ليميت أنا معك لسيم لما تشاهد ملعب ملعب ليمبي صراحة نحن لما وصلنا للمبي القرية للمبي وشفنا القرية والملعب الذي تم اعتماده لتنظيم كأس إفريقي للأمم فجأنا كيف أن كيف يمكن للاتحاد إفريقي أن يقبل بي يقبل بلاعب مباراة في ملعب فلذلك 18 ألف ما يلزمش نقزمه من الجزائر أنا والله في كل مرة نقول عدنا كمبليكس أولمبيك في كل ولاية لما كانت الجزائر في 48 ولاية معناتها عندك كمبليكس أولمبيك في 48 ولاية اليوم زادوا عشرة ربما تقول لي التسير تاح وتقول لي ما فيهش يعني يصنطان مياجور ولا مرامش يعني لكن تحكي لي على المبي أنا أقول لك تضع البليد بلك عندك كتر من فنادق ومستشفيات وملاعبك كل المبي صراحة هناك زملاء إعلاميين جاءوا من قاروة قاروة تعتبر مدينة كبيرة لكن ما حكي لنا عن مدينة قاروة بقينا متفاجئين صراحة نرجع للجانب الفني الإجابة سؤال محمد أنا مجهة نظرية نتمنى إن شاء الله أن لا نخطئ مثل ما أخطأنا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وانتظار اللحظة الأخيرة من أجل تجهيز الفريق الذي سيمثل الجزيرة في هذه التظاهرة لأن اليوم يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها الحديث عن مدرب سلاطني ويتحمل كامل المسؤولية أعتقد أن المدرب سلاطني لا يتحمل كامل المسؤولية بدليل أن هذا المنتخب الذي شارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط لم يلعب إلا مباريات ودية في تربص وحيد خارج الوطن لا يمكن لك أن تباري وأن تواجه منتخب فرنسا ومنتخب إسبانيا بهذا بتربص واحد فقط خارج الوطن شوف يتحمل المسؤولية من قرر أن يشارك بهذه الفئة بالضبط أقل من 18 سنة بالضبط كانت انتقادات خاصة أنه سلاطني قال ما قدرتش نعمل مع هذه المجموعة وهي كانت مقبلة على شهادة محمد كيف تلعب لعبوا مقابلة واحدة كان تركيزهم كله على الباكالوريا لأنه تقريبا 90% كانوا معنيين باشتياز شهادة كيف تلعب مباراة ودية ضد بن عكنول رأيك مجدي والله رأينا كمدربة كمدرب صراحة أنا مقبل على فريق نعرف روحي وراني رايح صح ولا لا راني عارف روحي ندير نتاج خوية ما نعارف روحي مش راح ندير نتاج نتوقف على العمل هذه ما حضرتش جيدا ما درتش الفريق مش هو اللي باش راح نفوز به علش ندي على ظهر النتاج سلبية كانت إشارات خسرنا مع فرنسا بستة أهداف المبارتين أنا راح تفوز عليه اليوم تلعب مع فريق مع المغرب المغرب عندها الآن في الجامعة الملكية عندها تكوين عندهم سنوات هم يكونوا راح تلعب مع اسبانيا كيفاش انت داخل هكاك يعني في الجزير وان تو تري في فالاجي راح نفوز هذا شبان وليزم تكون عارف وش راح راح شكون تقابل نظن ماهوش الباف في يوم الليال أباح الأبض المتوسط قالك معي شكون راح تلعب في رق جاية عارف وخاصة سمحني خاصة وأننا لا نعرف المنتخب المحلي المنتخب المحلي فاز بستة وخمسة مقابل هدف في مباراة ودية المنتخب المحلي قام بيتربص تحضيري في الإمارات قبل كأس العرب ولعبنا كأس العرب ليس بالمنتخب المحلي يعني أين هو هذا المنتخب المحلي منتخب المحلي عنده مشكل مجيد بوغرا مشكل عويس وهو الميركاتو في كل ستة أشهر يعني الخدمة نقولها بالعامة تريب في كل ستة أشهر يحطم العمل الذي قام به بسبب ميركاتو وهجرة عديد لعبين جزائرين محمد لما تصل إلى بطولة مجمعة الشان في الجزائر لا يمكن لك الحديث عن ما سبق نحكي لازم نخذ احتياطاتنا من الآن يجب أن نجد حلول لكي تبقى الكأس هنا في الجزائر عمل سيبدأ من هنا من لعبين الذين سيبقون في البطولة بداية من أول جولة بداية من أول جولة سيكون عمل مجل محمد هو الفريق بقرة هذا مدرب وعارف بها فيه تحويلات في كورة القدم كل ستة أشهر فيه تحويلات هذه شيء معلوم من مسبقا أنا حابين نعرفه وأنه راه القائمة الموسعة وأنه البلون آ والبلون بي والبلون سي وأنه ثلاثة المركز الموجودين فيه سيناريوات تتحذر لو يغيب هذا رح نحط هذا طبعا هذا هو المدرب حتى على مستوى الفريق والآن في مستوى الفريق قادر يكون عندك 30 لعب 11 لعب قصد الجودة تنقص لأنه مثلا لو تشوف المباراة اللي يلعب بها أول مباراة كانت فيه ملعب وهران عمورة وغشا عمورة وغشا عمورة وغشا كان فيه سعيود كان فيه مسعودي اللي يلعب فيه كورتيري كان فيه غشا كان فيه عمورة كان فيه مسمودي كان فيه أدم زرقان كان فيه قادري يعني تقريبا الآن كلهم أصبحوا في الفريق الأول كان الفريق يزخر بنجوم وكان سحق لبريب خماسية بعد شهر كان بركاتو تنقلوا كله فيها وبفضل تلك المباراة العديد من لاعبين استطاعوا أن يحصلوا على نعود فقط لفئة لمنتخب لدي شارك فيه العب محر أبيل المتوسط نازم بسوق إعلامي أنا شفت حتى بعض التساؤلات عن منتخب أقل من 18 سنة لأنه تقريبا هذه الفئة ألغيت في في المنظومة الكوروية الآن هناك عمل بفئة أقل من 13 أقل من 15 17 أقل من 19 أقل من 21 أقل من 23 فالفريق الأول لماذا إحنا بقينا نعملوا بهذه المنظومة وفرضنا على هذه المنتخبات اللي كان جاي أنها تجيب منتخب أقل من 18 حتى وينهما تنقلوا بمنتخب أقل من 17 وشفنا المنتخب الفرنسي كان فيه ثلاث لعبين من أصول جزائرية منهم القائد بوعناني اللي كانوا لعبين أقل من 17 سنة نجاوب لك يعني حاجة قصيرة باختصار ربما كي الناس ما خدمتش لخدمة تاحا هذا ما كان بس كي سي باب و سي كما تقول لك تفرض على الناس اللي يلعبوا بإيدي زويت أنساشوك إيدي زويت ما كانش ومبعد تقول باللي أحنا وفرو لهم كل بس كنا سمعتها هادية منساهاش وفرو لهم كل الإمكانيات باش يحضروا للألعاب البحر المتوسط ومبعد كي تشوف هكا تحوز تقيم التحضير تاع الفريق تلقى مباراة واللازوج اسمح لي يا باك نو ترينير ما فيش غري يعني يعني توافقه شخص فؤادا يعني نوافقه كي يقول لك باللي واسمه الناخب الوطني مش يستنى احتواني يعني تقصى من البطولة باش دي تقول باللي مغا لكن الناس اللي المفروض توفر لك كل الأمور التنظيمية والتحذيرية إذن ثاني كتتحاسب حكي لأنه شفنا نرجع برك نروم بوبيني كأس العرب مصر لعبناها في كوفيد صحيح يعني كان من المستحيلات الكبرى أنك تعمل تجمعات وتجيب لعابين وجبناهم الخارج يعني يديري جروب مو يعني سيليكشون اللي تخدمت يعني يديري جروب كي سيكري كان دورة مقبولة وصل النهائي نهائي صحيح كيفاش سانة أو سنتين من بعد الكاتيغوري اللي ربما تحتها ما ما تخدمش على أي أساس وانت على بلك بلي حدير تحذر الألعاب حتى تتفا تشارك وحتى تحضر الألعاب للباح المتوسط وكي نقطة أخرى ناسم لأني تبعتنا هذا المنتخب هناك العديد من اللاعبين الذين رفضوا القدوم للمنتخب في الفترة الحساسة في آخر لحظة يعني صاروا حتى ميريبونديوش على تليفون قصد دكالي سلاغة مهاجم أولمبيك ليوم وهناك من التحقوا دون دكالأسماء هناك من التحقوا بالمنتخب الفرنسي وقدموا إلى الجزائر وكان من المفروض أن يتواجدوا في المنتخب الجزائري باشا مهاجم المنتخب الفرنسي إذن نعود إلى الموضوع وظيف الجزائر اليوم موتسيبي الذي حل أمس بمساء أمس بأرض الوطن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقية الذي تحدث أيضا عن أمر مهم ونقطة مهمة جدا تتعلق بالتحكيم في القارة الصمراء هذه النقطة التي كانت الجزائر أول من أثارها بشكل ملحوظ أثار ضجة كبيرة موتسيبي أكد أنه يتفهم الغضب الموجود لدى الجزائريين بخصوص مستوى التحكيم في القارة الصمراء وعد باستدراك الأمور في الاستحقاقات القادمة سنقوم بإصلاح المنظومة التحكيمية في إفريقيا وصلتني عديد الشكاوي وعدم الرضا بخصوص التحكيم ومحافظي اللقاءات أي منتخب لا يجب أن يخسر أو يفوز بالتحكيم يجب أن تعم النزاهة والشفافية فهناك تحكيم وحكام جيدون في إفريقيا لكن لدينا عديد الاتفاقيات مع الفيفا لإصلاح التحكيم وجعله من بين الأفضل في العالم موتيبي يتحدث عن التحكيم في الجزائر فؤاد هل أثمار ضغطه الناخب الوطني جمل بالماضي والشارع الكراوي الجزائري بلف تقيل تقيل جدا لغ تخيل لغ تخيل لغ أعتقد أن جمل بالماضي ضغط كثيرا على الاتحاد الدولي قبل الاتحاد الإفريقي من خلال تصريحاته لست هنا لدفاع عن جمل بالماضي لكن أعتقد أن تصريحات بالماضي كان لها مفعول على مستوى المنظومة الكراوية الإفريقية والدولية وأعتقد أن الضجة التي قامت خلال الفترة الأخيرة الأربعة وثلاثة شهور الأخيرة لن تكون الأمور مثل ما كانت عليهم في السابق سهل ستكون في صالحنا لأن هناك من يتخوف يقول بعد ما قاله بالماضي عن قاسامة وضغط الجزائريين وتلك التهديدات الأمور ستنقلب على المنتخب الجزائري الذي سيصبح مستهدفا من طرف الحكام وكلنا نعرف أن الحكام الأفريقية مجموعة واحدة قد يكون الأمر كذلك نعبر عن وجهة نظاري أعتقد أن الأمور لن تكون أسوأ مما كانت عليهم في السابق وأن الأمور أن أي حكم سيفكر مطولا قبل تكسير المنتخب الجزائري لكي لا أتكلم عن الأندية الجزائرية لأن دور أبطال إفريقيا لديه تفاصيل أخرى ومواضيع أخرى سواء من مباراة الغي المتلفزة في الأدوار الأولى أعتقد أن علينا الحديث الحين على المنتخب الجزائري التحكيم الإفريقي لن يكون ضد الجزائر مثل ما كان عليه في الفترة الماضية وأعتقد أن ما حصل بملعب تشاكر سيبقى وصمتعار للكورة الإفريقية مستقبلا مجدي رأيك بصراحة؟ بصراحة في الفترة الجاية أنا كرة القدم دي من أقول لك النتائج والتأثير تلك الحكام هو عنده علاقة بالظروف الجيو سياسية واقتصادية خارج الرياضة أنا أظن الفترة الجاية حسب أن تبعوا الأمور دي صارية في العالم وصارية دائرة بيننا الأمور ستكون جيدة بصراحة جيدة لأنني أنا عارف الأمور أكثر شيء في الرياضة لبا تكون الأمور السياسية الاقتصادية والسياسية وحدها تكون منتعشة الرياضة راح تتبع نظن أنه وهذا أحسن دليل زيارة شسمه استقبال سيد الرئيس تقصد أنه عودة الجزائر إلى الساحة الدولية سياسيا؟ سياسيا واقتصاديا يعني أنت نحن نتبع الظروف سياسيا واقتصاديا سياسيا واقتصاديا راح تكون عندها تأثير كبير نظن ماهيش كما ماهيش بالتريقة اللي تطلبنا بها في الفترة اللي فاتت إن شاء الله وكما قال لك ماهيش راح تكون أسوأ عند إقصاء في بش تمشي الكأس العالم ماكيش حاجة أكثر من هذه إن شاء الله نحضر رواحنا للكأس العالم الجاي وإن كان ليه بعدهم شي الجاي يعني كان ما لا 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 نوت لحين ممكن يمسكوانيك ممكن ممكن نحن لا حتى موتيبي لما قال الجزائر ستكون في المونديال القادم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما تنسوش الجالية تعنا في الخارج ضغطة كثير في الفيفا أنا عندي عدة أصدقاء لنحييهم عندي صديق محمد السيدي خلي خدمته وعايشين في سويسرا وصلوا صوتهم وصلوا صوتهم بصوت جزائري قوي يعني بصراحة عملوا كثير في الفيفا نظن الأجوال كانت موجودة في مقر الفيفا في سويسرا ما عاشتاش قبل بك الحرارة على الجزائري اللي كانوا بوجودين قدام مقر نازم قولوا أنه يتفهم غضب الجزائريين هل هذا اعتراف أنه مستوى التحكيم في إفريقيا سيء خاصة أنه قال سنعمل على تطوير مستوى الحكام في إفريقيا نظن أنه لما الناخب الوطني كان يتحدث على مشكلة التحكيم قبل بداية تصفيتك أس العالم صحيح الكثير ربما كان يقول باللي كما يقول لك يليك سيسيف ومزاف وعلاش عشان كفا يعود يرجع هذا الموضوع وكما تقول لك يدوروا علينا يتو من اليوم أنا نقول لك باللي تحدثت مع المسؤولين هادوما اللي كانوا هنا منداهشين منداهشين من الأشياء اللي صارت لأنه النقطة الإيجابية الوحيدة واللي كما يقول لك الوبجيكتف البرنسيبال تعد الضغط اللي قاموا به الجزائريين الناخب الوطني وحتى ربما الدبلوماسية والصحافة وكل كل هادوك الابرسيون عندها أنا بور ما أبجيكتف واحد مش تتعاود تلعب المقابلة هادية كانت يعني مستحيل لكن اليوم فيه تفطن على جرى الناس على برس دو كونسيونس أوبليونيفوس فيدي الرئيس الكاف باش يجي يصرح لك يقول لك باللي الحكام التاعي بين قوسين ما راهم شملاح وراهم ربما ياخدوا رشوار هادي موش حاجة طبيعية وموش حاجة اللي يحتسمحها كل يوم لأنه لو نرجعوا يقول لك ربما شهرين من اللور كان يقولوا الناخب الوطني تاكم هو اللي موش نور مال هو اللي وطايحة اليوم عندك المسؤول الأول بتاع الهيئة اللي تسير الكرة ليستعرف يقول لك فيه أمور غير عادية ونقول لك الحديث اللي كان معاهم قال لك بعد كأس العالم سوف يعني حتكون فيه ثورة في التحكيم الإفريقي لأنه كما نقول لك مرة أخرى قرأس للضغط هادة على الجزائر والجزائريين بحتى اليو سوفي كان توجك تشفوا أمور اللي تخلعوا بسك يقول لك فيه تلاعب ربما فيها لكن شافوا بالليسي كما يقول لك سي كالشوز ربما سيستيماتيك دوتوماتيك الناس رهي سي دبني ان بيزناس اللي اليوم يدلك المشاكل مع الدولة مع دولة صحيح دونك نظن أنه هما يعني التوعد اللي كان من عندهم قال لك مرة أخرى أنا ربما يقولها لكم أوف ما عندها حتى معنى ولا وزن لكن لما يجي فاصل كاميرا يقول لك بلي راح قال لك ويقول كليناب مش حنغيره حننقى حننقى نظف معنتها المفروض تكون فيها كما قلت لك تورا محمد يعني ليس رئيس الاتحاد الافريقي فقط أنا أكد لك أنا ناسيم أنه حتى رئيس الاتحاد دولي إلسو صنجيني مما وقع للمنتخب الجزائري لكورة القدم أنا طرحت على السؤال على كولينا وكان جالس هو أمامه لم أشعر كولينا متحصر مثل ما أحسسته لدى رئيس الاتحاد الدولي لكورة القدم يعني ليتي طريجيني من السؤال أنه ما وقع للمنتخب الجزائري لكن المنظومة هي التي تفرض نفسها ولجنة التحكيم أكيد أنها تدافع عن حكمها للأسف الشديد الله نقوله نظن نظن أنه الزخم الإعلامي اللي دارتها القضية تعنى هذه قصة أن كل القنوات العالمية يعني من سيانان كل القنوات كانت تتصور كان فيها تأثير وكما تكلم الأستاذ قال لك هي تحذير للقادم هي يعني يعني يرد باله في القادم هي إنذار لكل واحد بخمم حاجة أخرى نظن نظن هي حاجة سلبية راح تمد حاجات إيجابية في المستقبل إن شاء الله وهذا ما نتمنى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جاهيد زفيزف تحدث أول آخر وأكد أن وفد الكاف جاء إلى الجزائر من أجل تفقد المنشآت التي ستحتضن الشان والتي باتت جاهزة بشكل كبير لهذا الحدث المهم نسمع للتصريح جاهيد زفيزف كما يقلل الحادث من حاجة لطلاق 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 بخمم لطلاق لطلق St.caح. Et il a eu l'engagement, que ce soit de la fédération ou bien des pouvoirs publics pour que toutes les dispositions soient prises pour pour qu'il y ait un tournoi dans les meilleures conditions. deuxième axe كما يحبقا بكثيراً هو إعجابة المتحدة المتحدة بين الجديد والفترائيين وعلى الأكاف هناك مقابل حالياً وقبل وقبل الأشخاص معاً وقبل par rapport à la situation qui prévaut entre les deux institutions إذن كان هذا تصريحات رئيس الإتحادية الجزائرية لكورة القدم جيد زفزاف الذي أكد نقل كل انشغال الكورة الجزائرية للإتحادية الإفريقية بحضور رئيسها والرجل الأول القائم عليها باتريس موتيبي تصريحات زفزاف فؤاد اسماعيل أكدت أنه كان فيه هناك حديث كثير عن عديد الأمور وحتى شاهدنا ربما أنه موتيبي كان نقولوش ولكن ظهر وكأنه على علاقة جيدة إن صحة تعبير بداية بجاهد زفزاف كان كثير المزاح معاه قال للإعلاميين تملكون رئيسا جيدا في أول لقاء هل هذا ربما ينبئ بفتح صفحة جديدة لي الكورة الجزائرية مع الكاف؟ أن يعرف زفزاف لا أدري لا أعتقد لأن فترة تواجد زفزاف على مستوى الاتحاد الجزائري في فترة راوراو وحتى في فترة خيردين زدشي موتيبي لم يكن موجود في خارطة كورة القدم الإفريقية على مستوى الكاف كان رئيسا لنادين في جنوب إفريقيا أعتقد أن ما قاله زفزاف اليوم لم يكن موجها أكثر للعلاقات مع الاتحاد الإفريقي بقدر ما هو موجه للحديث عن الاستحقاق المقبل الذي هو الشان أعتقد أن موتيبي هو الذي تكلم أكثر عن العلاقات مع الجزائر ومع الاتحاد الجزائري ما دي حن الرئيس الاتحاد الجزائري الجديد وهو ما نبحث عنه نبحث عن الطرف الآخر أن يتكلم علينا عوض أن نحن نتكلم عنه أعتقد أن هذه نقطة إيجابية نتمنى أن تكلل مستقبلا بنجاح ونجاح وعودة الجزائر لحضن الكرة الإفريقية والكاف بالتحديد إذن في هذا التقرير سنتابع ما يقوله الزميل حمزة بركوي عن هذه الزيارة وقراءة في خلفياتها موتيبي في الجزائر مع زميل حمزة بركوي بحلول رئيس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتيبي بالجزائر يستبشر المتتبعون لشؤون الكرة محليا وقريا بدبلوماسية رياضية جديدة تسمح بعودة الجزائر للوجه من جديد بعدما غابت أو بالأحرى غيبت في السنوات الماضية بفعلة فاعل عمل كل ما في وسعه لإبعاد التمثيل الجزائري من أعلى الهيئة القرية فتلقت المستدير الجزائرية الكدمات من كل ناحية وأصبح المنتخب الوطني يتعرض إلى ظلم داخليا وخارجيا وأما عن الأندية الجزائرية فحدث ولا حرج إرادة والسلطات العليا في البلاد لبعث العلاقات الدبلوماسية الرياضية من جديد لاسترداد الجزائر مكانتها الحقيقية كرويا بين دول القارة جعل الرجل الأول في البلاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا يستقبل رئيس الكاف موتسيبي رفقة أمينه العام ومحادثته في العديد من النقاط المتدبعون لشؤون الكروية لا يستبعدون منح الجزائر شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا عالفين وخمسة وعشرين مع تجهيز ملاعب الراقية زيوز والدوير في أقرب الأجال وتظهر الجزائر في أباحلا في العرس الإفريقية هذا وتبقى زيارة موتسيبي للجزائر في هذا الظرف بالذات تبعث بالتفاؤل لمستقبل زاهر خاصة أنه تزامن مع تولي الرئيس الجديد جهيد زفزافة لمقاليد الحكم في قلعة دال إبراهيم على أمل إعادة سفينة الكرة الجزائرية إلى الطريقة الصحيحة في القارة الصمراء إذن على أمل تصحيحي العديد من الأمور في القارة الصمراء عندما يقول موتسيبي تطوير الكرة الإفريقية ما الذي يمكن أن نطوره في الكرة الإفريقية فؤات سمعي أعتقد أن الكرة الإفريقية لديها الكثير من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها سواء من حيث المنشآت من المادية أحكي على الجانب المادي بصفة عامة الجوانب الأخرى مثل المنشآت وكذا التحكيم خاصة تحكيم قد تحدث عنها ناخب الوطني في حوار كان قد خصك به جمال بالماضي قال أن الكرة الإفريقية تحتاج إلى تطوير التحكيم والمنشآت القاعدية هذا هو أعتقد أن خاصة من الجانب التحكيمي لأن أن يأتيك حكم غير كف وخلينا لكي لا ندخل في النواية يأتيك حكم غير قادر على إدارة مباراة فاصلة لتأهل لكأس العالم أعتقد أن هذا أمر مخيب للأمال على المستوى الكرة الإفريقية أعتقد أن الرئيس موتسيبي لا يمكن له أن يغير الكثير في عهدة واحدة ويجب علينا انتظار المزيد من الوقت أعلى وعسى نرى بعض هذه التغييرات التي يتكلموا عنها ولو أننا لم نرى شيئا منذ عهدات سابقة نازم بصول مختص في الكرة الإفريقية يمكن لك يمكن له أن يؤكد لنا لا يمكن لنا أن نتمنى أو يمكن لنا أن نتمنى فقط لا نطمعوش بالعامية هذا ما يقصده جنبيان كما يقول لك يشوف الكاس أمواتي بلان مش أمواتي فيد يعني ممو للناس أخفقت ما يقدرش يكون إخفاق يعني مئة بالمئة لأنه لو نتحتو على العهدات تاع حياته العهدات تاع حياته كان فيها تطوير كرة الإفريقية أحمد أحمد جاء حاول لكن كان فيه أمور يعني غير طبيعية لكن أحمد أحمد حتى ولو كنت ربما نتقضه يوميا لكن نقدر نخمم نلقع له يعني إيجابيات دونك سبورسا كنقول ربما سؤال نجاوب عليه تطوير الكرة الإفريقية أنا تطوير الشامبيونة لأن اليوم نحكي على المرافق نحكي على الاربيتراج نحكي الكرة الكرة بذاتها الجو وشنو هو الجو الجو سي الكرة تلعب تلعب أحقي لما يكون عندك شامبيونة يجب عليك يكون عندك ملاعب لما يكون عندك ملاعب يجب يكون عندك الزي النجاوب الأحقي النجاوب تلعب في الكاف استحق في البلاد لكن عنده باتش فيفا سنة بعد سنة نتكيفه للربيتر طلع فيفا ويجي دلليك يصير لك مباراة تاع ربما فاصيلة تاع كأس العالم لا وبلدان ليست في الخارطة الكوروية الإفريقية أيضا لا لا ما نحق روش لا لا ما نحق رونا لبيا باسي عندك شمبيونة يمشي ولا لا لا ولا لي شمبيونة مستوى البطولة ثاني مستوى البطولة وليك باش تقييم المستوى إذن البطولة تكزيستي في بعض البلدان اللي ما تكزيستيش البطولة يلعبوه شهر يلعبوه شهرين بعد يتوقف بعد أمور مالية تطوير الكورة ربما حتى ولو المسؤولين ما يتحدثوش على هاد الأمور هادية تطوير الكورة سي تطوير الكورة بيداتها تطوير اللعبة اللعبة تكون تقليل من بعد تجي للأمور الأخرى لكن ما تقدش تقول لي لانغولا بنات ربع ملاعب في 2010 باش تحتضن لاكان وراما للملاعب القابون كيف كيف بناوا ملاعب روح شوفهم ولا وغابة ولا وفيهم شجر نبتت شفتهم يعني ما أنت هيقول لك المرافق أوكي مرافق هاملك من بعد وش هتدير بهم في أوروبا ولا في بلدان أخرى تشوف بلي لما يعني الموسم ينتهي هذا كل الملعب يحتضن أمور أخرى تقافية لا لكن المرافق أنا نحكي ناسيم ممكن أنا معرفت لا أوجد شي بارابور عليه المرافق المرافق بمجرد وصوله قال أنه سنلعب دور الربع نهائي ونصف نهائي ونهائي بلافار قال سنلعب كل مباراية الشامبيونز ليج مساء بالأضواء الكاشفة لم نرى ذلك لحد الآن يعني أنا حكينا في يعني أنه يتحدث على أمور في لكايت شارج لا لا هذه الأمور هذه موش يتحكم فيها هذه أمور تعد دول أوكي إحنا الجزائيل نقدرنا نلعبه في الليل لكن ربما نقول لك طوغو احتفرض عليه يكون عنده بلسمو ما عندوش بش هو يعني ربما كاين فيه كما يقول لك مدن ماشي لحقت لها الطاقة الكهربائية ولما كاشي يضويوها شوية بعد يكوبي ومعد هادي كي تكون سخانة يشعروا كليماتيزية لما كاشي تضو حتى أنت تفرض عليها تقول له يلزم لك ملعبه عندها خصوصيات القارة الإفريقية نظن النقطة تكلم عليها هو التطوير اللعبة في حد ذاتها بتنساش أنه في وقت سابق ما كانتش العولة ما واصلة الشيء اللي يرى أنا واصلينه الآن من أنترنت إلى غيره واهتمام الشباب الصغير بالأنترنت واللعب بالأنترنت إكستر كانت كرة القدم زيادة على رياضة هي لعبة تقليدية كان يمارسها كل الناس وإن كانت لماس تعال ناس كل الاببيبلاسيون تلعب كرة القدم يوميا يعني يوميا مرتين كلاثة في إفريقيا أو في بلادنا هي رياضة ولعبة تقليدية في نفس الوقت هي الحاجة الوحيدة لها الناس هنا تكون لماس كبيرة وإن تكون لماس كبيرة راح نخيره راح يخرجوننا اللاعبين الممتازين هنا على الاتحاد الإفريقي تحضير برامج بشي عاود يحبب في الشباب كرة القدم تحضير برامج كبيرة بشي على مستوى إفريقيا كاملة كما كانت تدير كما كانت تدير الاتحاد الدولي برنامج قول برنامج الهدف الرياضي هو تشجيع بعض الاتحادات الفقيرة نقول بعض الاتحادات اللي ما عندهاش إمكانيات وطبعا هذا من أجل تطوير كرة قدم نظن لازم يكون الاتحاد الفريقي برامج على تطوير اللعبة في حد ذاتها قبل المرافق لأنه طبيعيا لما تتطور اللعبة راح كل شي يمشي متسلسل إذن قبل أن يدهمنا الوقت أكثر المدرب مجدي الكردي من سيكون فريقك 28 في مشوارك دربت 27 فريق 28 هل هناك جديد بعد الصعود مع ترجي مستغان تعرف أول حاجة حققنا صعود أنا مقولش حققت صعود حققت 77 نقطة أول حاجة عندها تقريبا 20 سنة ما كانش فريق في جميع يعني الديفيزيون وصل 77 نقطة الحمد لله رجعنا فريق كبير المكان ورغم شح الإمكانيات وما فيش إمكانيات كانت انطلاقة صعبة للفريق كانت انطلاقة أنا جيت في الجولة بعد جولة التاسعة بعد ما خسروا الدربي وتعمق الفارق ما بينه وبين الوداد لنقوله هاردلك إن شاء الله الموسم الجاي يصد ونادي عريق هو أيضا ونادي عريق طبعا نحن نلواني بصراحة كانت بطولة جيدة نحن تعرف في الجزيرة في آخر دقيقة تلقاك ماشي لطريق باش تسني في فريق تلقا روحك في فريق أخر هذا بصراحة لكن أنا نفسيا أي فريق راح نمسكه راح نكمل أنا راح نكون باطي حتى الأخر هذا على الذكر اللي كونسي أترى بعض الناس هربت أنا حتى أكون نخدم حتى في الولاية راح نطلعوا للديفيزيون اللي قبلها ما نيش راح نحبس على الشيء هذا إن شاء الله فيها عدة اتصالات فرق عاصمية ممكن تكونوا الأواء إن شاء الله كانت أيضا هذا الموعد هذا الأسبوع مع الجمعية العامة العادية للرابطة الوطنية نزيم بصول ما هو أكثر ملفة انتباهك في الجمعية مصادقة بالإجماع لا هذا أمر أكثر من طبيعي ولا شغل أوتوماتيك عاد ما تخممش فيه لأنه لما تقدم حاصلة مالية مثل الاتحادية بعجز مالي بملايير وملايير والجمعية العامة تصادق عليه ما يزمش نسناه أنه تكون يكون فيه رفض لأنه لو كان فيه يعني كما يقول لك إن ريزون بيش ترفض حاصلة سيتيت على الاتحادية اللي سبقت هذه ما تقدرش لما تكون يعني عدو محترم تقبل 130 مليار عدس معانتها ما هي ربما الحاجة اللي تخليك ترفض وإذا هذي ما رفضتهاش ويش أحدكم ما كانش لك هذي النقطة الأولى النقطة الثانية ربما للي اللفتت نظرة تعيس كان منفاعل مدوان لا مش منفاعل يعني بطول حقائق لكن لكن نعفو الكورة يعرف الكورة أنا كان شغل مش يتحاكم أنا طرحت له سؤال ونفاعل معايا لكن أنت المسؤول أنا ما نقدرش تقول لي لكن أنت تعرف الظروف تعرف الظروف تلمسؤولية تجبرك ولا تجبر عليك أنك أنت تلقى الحلول لما تقول لي ما نقدرش ندير كاللندري يديبوت سيزون باش نقول لك 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 من المفروض أنه تلعب 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 بعد ويكاند ولا زوج يقول لك باللي كين مشكلة ربما تغير ولا فارق يطلب لك هكا 38 جولة مش كيش كينة هذا ما واضح إذن كانت الرابط الجمعية العامة العادية للرابط الوطنية على وقت باش نجاوب بس يقول لك أنتم ما تشوفوا غير النقائس ما تشوفوش قولوا له باللي صح لك فيه يعني إيجابيات فيه بطولة كملة كما قال هو قال باللي تخلاص فيه وقتها هكذا غزمو 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 لا لابس حاجة يبقى كوب درجيري صحيح صحيح ما كانتش كأس للجزائر أمر مهم ومهم جدا وخاصة كان هناك ربما تحفظ على عدم تأجيل الجولة الأخيرة التي صادفت وفاة لاعب اتحاد العاصمة بيلل بن حمودة الكل كان يتمنى أن تؤجل الجولة وليس فقط مباراة الاتحاد احترام لعائلة اللاعب ولزملائه من الأندية الأخرى الذين كانوا يريدون حضور جنزة فقيد الكرة الجزائرية يشير للمخرج نهاية الوقت المخصص لهذا العدد فؤاد سبعي نشكرك على الحضور شكرا